واحد بيقول هل من الممكن رؤية الملائكة في طبيعتهم الحقيقية وإن أمكن ذلك فلماذا ظهوراتهم في أشكال بشرية وما هي حقيقة طبيعة الملائكة الكتاب المقدس بالذات في مزمور 104 بيقول الذي خلق ملائكته أرواحا وقدامه نارا تلتهت فالملائكة كأرواح لا تستطيع أن تبصرهم إلا الأرواح يعني إحنا في العالم الآخر لما البشر يأخذون طبيعة ممجدة وأجسادا روحانية ممكن أن يروا الملائكة لكن حاليا بالحواس الجسدية لا يمكن أن ترى الملاك في طبيعته الروحانية لذلك الملاك يأخذ شكلا لكي تراه به كما أن الظهورات الإلهية أيضا كان ربنا بيأخذ شكلا لكي يراه ناس لأن الروح الروح تستطيع أن تبصر الروح إذا كانت في درجتها أو إذا أعطيت الإمكانية لذلك لكي نجسد